من صحيفة السوداني والتي نقف فيها مع زاوية النصف رأي للدكتور خالد التجان النور والتي جاءت بعنوان القنبلة الموقوطة يبدأ النور زاويته بالقول في خطابه بمناسبة العيد أكد السيد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة جهودها لمعالية الضيقة المعيشية قائلا نعيش معاناة شعبنا ونؤكد أن هذه المعاناة ستكون لفترة قصيرة وبعدها سينصلح حال الناس يضيف الكاتب لا شك أن هذا ما نرجوه حقا لبلادنا غير أن الواقع المعاشى ينبئ أن حال الأوضاع الاقتصادية أخطر بكثير من هذه التمنيات وما تتحدث به مؤشرات الاقتصاد الكلي وهي معلومات رسمية وليست مجرد تحليلات خبراء فقط فقد ابتدر العام ووعد الموازن بأن يتم خفض معدل تضخم ولكن ما حدث هو أن ارتفع لمائة ستة وثلاثين في المائة أي ما يقارب خمسة أضعاف المتوسط لهذا العام وهو انفجار تضخمي غير مسبوق يتابع الكاتب لا نريد أن نلقي باللائمة على السيد رئيس الوزراء في تصريحه المتفائل فإبقاء جذوة الأمل متقدة في نفوس الناس من صميم دور القيادة ولكن ذلك لا يعمي أن يكون هذا من باب الأمان بلا رؤية من أجل الإصلاح وخطط عمل سديدة ومقنعة ويردف الكاتب كانت مسألة تعبيل الموازنة العامة وهي قضية لا خلاف حولها من حيث المبدأ سانحة لأن تحيي الحكومة فريضة المشاورات والحوار المجتمعي على أوسع نطاق ويستدرك الكاتب لكن تبين للأسف الشديد أن الحكومة افتقرت لأدنى درجات الالتزام بما ظلت تتعهد به بإدارة حوارات مجتمعية جدة في بحث القضايا العامة وعمدت على نحو غير مسبوق إلى الإقدام على إجازة الموازنة العامة دون أي اعتبار لإشراك الرأي العام في هذه القضية المصيرية يختم النور زاويته بالقول سيبقى كعب أخي للفترة الانتقالية والتحدي الذي لا يمكن تفاديه والاقتصاد وفي ظل هذا التجاهل للخطر الماحق الذي يمثله وعدم التعامل معه بما يستحق من جدية وأولوية قصوى بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة